نحن نعرف أنه جدر القرود أول مرة أصيب الإنسان فيه كان بالكونغو في عام 1970 وصار وباء عندهم هناك المنطقة لكن ظلت بالكونغو واتحاصر ورجع هو موطنه الأصلي يعني بيصير من مدة لمدة موطنه الأصلي في وسط أفريقيا وغرب أفريقيا ليش بنذكر هالمنطقتين مختلفتين لأنه في سلالي بوسط أفريقيا وهي سلالي الأكثر فتكة نسبة الوفيات فيها 10% وغرب أفريقيا اللي هي بزائر تقريبا نسبة الوفيات فيها تقريبا 1% هلأ المنتشر بالعالم هي السلالي تقريبا اللي بغرب أفريقيا اللي هي سلالة زائر تقريبا واللي انتشرت في عدة دول هلأ ليش بدأ مدام هذا الفيروس موجود عام 1970 ايش اللي استجد جديد وقلنا ننتبه لإلو مع انه صار بنيجيريا عام 2017 من 2017 ل2019 كان موجود بنيجيريا ومع انه موجود حتى بالكونغو من بداية السنة هاي مشار يناير حوالي 1200 حالي سجلت في الكونغو اللي صار هناك حقيقة خمس أسباب خلتنا نهتم بهذا الفيروس اهتمام غير عادي الآن اول سبب هذه اول مرة بانتشر الفيروس من غير موطنه يعني بعد الدول نعم كان انتشر بامريكا بسنة 2003 لكنه انتشر في بعض الولايات الغربية بامريكا وثم انتهى لكنه هذه اول مرة بانتشر بأكثر من 12 دول انتشر بامريكا بكندا سجلت حالات في اسبانيا في البرتغال في المانيا في انجلترا طبعا بستراليا يعني بعد الدول من العالم انتشر فهذا خلانا نقلق انه طيب شو سبب الانتشار اذا نتوقف عن هذه النقطة عم انتشر بغير موطنه شو سبب الانتشار هذه النقطة الثانية المهمة انه في 2003 لما انتشر بامريكا وجدوا السبب انه في هو فكرة مع انه اسمه الجدر القردة هو حقيقة انتشر اكثر ايشي اولي انشره القوارض او الفئران يعني فوجدوا انه بامريكا لما انتشر في 2003 كان وجدوا السبب انه جابوا فئران او قوارض من جامبيا معرفوا السبب وهنا اطمأنوا الناس ان معرفوا السبب الى الان ما بيعرفوش منين السورس او المصدر اللي نشر العالم كله بالتالي هذا مصدر قلق لالنا انه ليش مش معروف سبب مش معروف السبب وبالتالي خايفين انه يكون منتشر اكثر هذا السبب الثاني اللي خلانا نقلق السبب الثالث انه خلانا نقلق وزاد الاهمية ان ما ذكرت وزارة الصحة البريطانية انه له علاقة بالشواذ جنسيا او المثليين وبالتالي هذا هل فعلا سينتشر مثلا زي ما انتشر الاس واحنا منعرف الهيستيرو تاعت الاس او التاريخ انه بدأ من افريقيا ومن القرود تاريخ الاس بدأ بالثمانينات من القرود وبافريقيا وسط افريقيا ثم انتشر الى باقي العالم فهل هو هذا سيكون اس جديد للشواذ جنسيا هذا سيجاوب عليه تقريبا في الاسابيع او الاشهر القادمة النقطة الرابعة حقيقة المقلقة للعالم هو اللي ما حكته روسيا بمجلس الامن يمكن انه في مختبرات بيولوجية متشرة في العالم فالعالم بدأ يسأل نفسه هل هو فعلا فيروس انتقل من افريقيا ولا هو فيروس سربة من احد المختبرات البيولوجية هذا سؤال يطرح الان في بعض الاماكن انه هل هو فعلا موطنه من افريقيا ولا سرب من احد البيولوجيا نعم هذا السؤال اللي كان برضو ايام جائحة وبنظف نفس السؤال اللي كان جائحة كورونا والسؤال الخامس طبعا اللوة او الهمية الخامسة انه العالم لست طالع من الكورونا وخايف كثير جدا انه والله تجيلوا وباء جديد يطيح فيهم ويطيح بالاقتصاد ويطيح بالفخايفين جدا فصار عندهم حساسية لأي اي وباء ينتشروا بدون يطمنوا هل سنرجع الى نقطة الصفر مثل الكورونا ولا لا لجعل المقاربة دكتور هلأ احنا عم نحكي عن جدري القرود هو بنفس او عائلة فيروس الجدري اللي صاب الانسان بالضبط صحيح بنفس الاعراض ولا بتكون اعراض هو حقيقة يتشابه كثير جدا مع الجدري اللي معروف عنا الجدري المعروف عنا لكنه اسوأ كثيرا يعني نسبة الفتك فيه حوالي 30% لكن الجدري تقريبا عام 1980 اعلنت منظمة صحيح العالمية انتهاء تماما من العالم وبالتالي هو مشابه ليلو لكنه اقل كثير فتكا منه يعني اذا بنحكي بنقارن الان اللي موجود في المنتشر في العالم هو واحد بالمية تقريبا وفيات وإلى الآن خارج افريقيا لم تسجل وفيات بينما بالكاميرون مثلا من بداية السنة اصيب 1201 سجل حوالي تقريبا 60 وفاء يعني فيه ناس بيتوفوا منه من الوسط افريقيا من هذا الفيروس نعم دكتور يعني انت حكيت الاشياء المقلقة بما يتعلق بهذا الفيروس ولكن احنا كمان يعني بدنا نتطمن نرتاح بانه ذكرتنا بمجموعة من النقاط تحت الهوى بانه في مجموعة من النقاط بتخلينا انه احنا متفائلين ان شاء الله انه هذا الفيروس ما رح ينتشر بشكل كبير تعال قلنا عليها وتحكي هلا في عدة اشياء بتخلينا حقيقة نتطمن اشياء علمية اول شيء انه هذا الفيروس عادة بيعدي في فترة ظهور المرض لما تظهر الطفح يظهر على الجلد وبالتالي يستطيع الانسان ان يعرف المصاب ويبتعد عنه مش زي الكورونا اللي تذكروا الكورونا كان حقيقة اكثر وقت بيعدي فيه قبل ظهور الاعراض وبالتالي هذا الفارق كبير جدا بخلينا نتطمن بس عشان تكون النقطة واضحة يعني زي اصابتنا يمكن ان احنا اطفال وصدنا بجدري الماء بعد فترة من ظهور هاي البثور او هذا الطفح الجلدي منبلش ببلش الفيروس يعدي مش قبل هو هذا هو بالضبط فهذه نقطة فارقة كبيرة جدا بينه وبين الكورونا وهذا تمنع كثير من حد الفيروس النقطة الثانية انه اللقاح الجدري اللي معظم الناس الان بالعالم ميغدينه صحيح انه انتهب 1980 لكنه يحمي كثير جدا لدرجة كبيرة جدا من الجدري ندر نحكي حماية مدى الحياة حماية مدى الحياة تقيبا يعني ما اخذ لقاح الجدري المفروض هو محمي او عنده اجسام المناعية هذا شيء بيخلينا نطمن لدرجة كبيرة جدا الدرجة الثالثة سرعة انتشاره عادة بتكون لازم تكون ملاسق كثيرا يعني صحيح انه بنتشر بالتنفس مرات او من ما يخرج من التنفس لكن بده قريبا مثل الجدري الماء يعني كيف انه ما بنتشر هيك بسرعة يعني مع انه انتشاره زريع لكنه بده يكون تلاسق اكثر نعم وبالتالي هذا بيحمي اكثر من الكورونا الكورونا كانت يعني مجرد انك تكون بالغرفة واحد يعتص ممكن انه ينقلك المرض نعم كاشخاص اصيبوا بهذا الجدري هل هم بحاجة لعلاج معين حتى يطيبوا او الجسم بقدر انه يتخلص من هذا الويروس هو الى الان حقيقة الخارج افريقيا لم تسجل حالات وفاء الى الان حسب علم يعني فبالتالي الوفيات قليلة جدا سجل حالات شفاء شفاء نعم معظمهم يشافوا مدة الفيروس تقريبا ثلاث اسابيع هناك ادوية حقيقة الموجودة ضد الفيروسات وتعملها تحت الفيروسات يعني عندنا علاج ليلو عندنا اللقاح متوفر فبالتالي انه يتحول لكورونا زي كورونا جديد يعني دكتور انا حبي ارجع لنقطة حضانة المرض هلا احنا بدنا نوضح انه فقط بيعدي بعد ظهور الاعراض يعني ما في انه هو بيكون حامل للفيروس ممكن عم بيعدي ولسا مش عارفين انه تطالع عليه اعراض الجدري بس وضح لنا هاي النقطة اكتر عن حضانة المرض هلا هو حضانة الفترة الحضانة او قبل ما تظهر الاعراض عادة اسبوع مش زي مثلا مشابه نوعا ما للكورونا ممكن كورونا خمسة ايام او ثلاثة ايام امرت كثير يومين كانت لكن هي هاي اسبوع بعدين بتظهر الاعراض بس بدأ اركز على بعض الاعراض اللي حقيقة تميزه حتى قبل ما يطلع الطفح بيطلع عند الانسان تضخم في الغدد اللينفاوية وهذا بحكيه يمكن للاطباء اذا شفت انسان عنده حرارة تضخم بالغدد اللينفاوية وتعب يعني فكر هلا يمكن مش رح يكون منتشر لكنه فكر انه اذا طلع عنده طفح او مطلعش ونبه انه هذا ممكن يكون عن جد جدري القرود فهذا اللي بيميزه الآن تضخم الغدد اللينفاوية اكثر حتى من الجدري السابق اللي كان عندنا فهذا مهم كثير انه الاطباء ينتبعوا ليله لانه ممكن يشوفوا حالات موجودة نعم ممكن نخاف على الاطفال اللي لسه ما اخدوا لقاح الجدري نعم طبعا طبعا اذا كان هناك انسان مصاب يجب انه يحجروا عنه او يعني حتى انا بنصح ممكن انه احتياطيا ممكن انه بعض وزارة الصحة او انه تحذر بعض اللقاحات الجدري لانه بعض الدول بدت تفكر بتحضير للقاحات وممكن انا عندي شوية نصائح لكيف نتعامل مع هذا الفيروس لانه الفيروس جديد صحيح انه موجود لكنه هو القديم الجديد يعني انا بنصح انه حقيقة انه يصير تواصل بين الاطباء انا واطباء وسط افريقيا وغرب افريقيا يعني من كونجو وزائر وزارة الصحة تتكلم مع وزارة الصحة هناك وتسألهم عن كيفية العلاج كيفية التشخيص كيفية لانه اذا الاشياء اللي بتنتقل من فم للفم من طبيب لطبيب غير ما تنتقل عن طريق وسائل العلام بيكون فيها كثير اختلافات فهم يسألوهم عن خبرتهم في هذا المجال اعتقد راح تكون كثير مفيدة تجربتهم خصوصا انه عندهم تجرى من 1970 يعني تجرى متراكمة يمكن هذه المرات ما تكونش موجودة في الكتب لكن موجودة في عقول الاطباء اللي موجودين هناك في هذه الدول انا بنصح انه يتم التواصل معهم ويمكن انتصال بسيط او حتى زيارة بسيطة لهذه الدول حقيقة ممكن تحمي يعني الاردن حتى تحمي يعني ماكن كثيرة من انتشار الفيروس اكيد عندهم طريقة للتعامل افضل من الناس اللي ما عندهم مشافوش او متعاملوش معا قبل هيك نعم طيب دكتور يعني زي ما بنعرف انه يمكن هذا المطعوم لقاح المتعلق بالجدر اللي احنا اخدناه احنا صغار هل حاليا الحمد لله بطل هذا الفيروس موجود بطل يعني للسنين يعني عديدة كانت من قبل بطل يتم اعطاء او التركيز على هذا اللقاح هل اليوم احنا رح يصير في اعادة ليعني اجبار اخذ هذا اللقاح الى الاشخاص الغير قادرين على اخذه هذا بعتمد كثير على سرعة انتشار الفيروس وعلى عدد الحالات يعني مدام عدد الحالات عندنا حقيقة الى الان لم يسجل وبالعالم عدد الحالات الى الان تقريبا اقل من 130 حالي اعتقد انه ما حداش يفكر بنفس طريقة الكورونا باللقاحات كثيرة لكن مش غلط انه يكون هناك استعداد للأسوأ يعني اذا استعدنا للأسوأ ومجاش الأسوأ بيكون منيح يعني اعتقد انه هذه وظيفة ممكن وزارة الصحة واللجنة الاوبية انه تستعد للأسوأ ولكن نفس الوقت نتمنى ان شاء الله الاحسن لانه نعم شو التوصيات والنصائح اللي بتحب تقدمها في الختام وخصوصا زي ما ذكرنا انه هو مش سريع العدوى ولا سريع الانتشار فما في داعي للهلع ولكن الاحتياط طبعا واجب بالضبط يعني اهالي انت حكيت ايها النقطة الاهم انه اعتقد انه ما فيش داعي للهلع يعني اعتقد انه الاطباء اللي عندنا يعني اطباء كفاء ويستطيعون ان يعني يرصدوك مدى الخطورة عندنا الى الان المدى الخطورة عندنا جدا جدا ضعيف ما فيش خطورة تقريبا اذا جاء اهم شيء زي تتعامل معه زي ما كنتوا يتعاملوا مع الجدري الماء هو البعد عنه عدم الاحتكاك في انسان في هذا المرض طبعا الكمامة حقيقة بالماكن العامة مش مطلوبة يعني في هذا الوقت انهما بنتقل بالتنفس ينتقل بالدروبلتس يعني من البطلع من الرذاذ لكنه مش بسرعة زي تاعت الكورونا فهو يعني الان يجب انه حقيقة ما في خوف الامور تحت السيطرة وحتى حتى ما فيش شيء لم تسجل حالات حقيقة في الاردن لكنه تبقى الاعين مفتوحة حتى لا ينتشر الوباء نعم نعم اذا شكرا لوجودك معنا دكتور حسام ابو فرسخ اهلا وسهلا فيك نورتنا وشرف شكرا لكم جزيلا وشكرا للمشاهدين الكرام